هنروح لتأرير عن افتتاح بطولة العالم لسكواش المقامة حاليا تحت العايد وزارة الشباب والرياضة وزارة السياحة والأثار بالمتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة البطولة تعد واحدة من أكتر البطولات العالمية في تاريخ لسكواش وتقام بمشاركة 128 من لعبي لسكواش بالعالم من السيدات والرجال بمجموعة جوائز مالية تبلغ 1.10 مليون دولار نشوف التأرير وبعد الفاصل نستقبل ديوفنا خليكم معنا طبعا بطولة دي أكبر بطولة في العالم 128 لعيب من 27 دولة كل قرارات العالم موجودة اليابان موجودة الصين موجودة نيوزلندا واستراليا أمريكا كندا أوروبا كلها أفريقيا وجنوب أفريقيا أسيا الهند ماليزيا باكستان العالم كله موجود هنا العالم كله متجمع دلوقتي عشان بطولة دي الفينيو اللي احنا شايفينه ده فينيو غير طبيعي مش مكان طبيعي لقام بطولة عالم وفعلا حاجة تفرح وحاجة تشرف كل مصر البطولة دي أكبر بطولة بتتعامل في تاريخ السكواش من حيث الجوائز المالية ومن حيث عدد اللاعبين ويمكن الحاجة المميزة برضو في البطولة ان احنا بتخوام البطولة جوا مدحف الحضرات ويمكن أول مرة يبقى فيه بطولة بطولة عالم السكواش أو أي حدث رياضي جوا مدحف ونهاردة اقتلنا مدحف الحضرات وإحنا حقيقة فخورين جدا بالمكان وكل العيبة جات الأجانب والبطولة الأجنبية جميعهم يتفرجوا وحياة مش مصدقين المنظر اللي هم شافوه وربنا يعدى على خير إن شاء الله وتطلع بشكل يليق بمصر إن شاء الله يعني والله يستعدين بطولة على الأعلى مستوى ندور 16 هو إن شاء الله كلها كان ماتش ونحق البطولة مصري إن شاء الله وكل عيب طبعاً مصري مستعد إن هو يبزل أصر جهده في البطولة دي أداء يعني في المتحف ودعم الجمهور هيبقى حايته